برضو مهم جدا تقولولي يعني رأيكو ايه في القرارات الخاصة بتاعت النادي الاهلي يعني البيان يعني؟ اه البيان يعني البيان يعني عقلاني جدا وطالع بشكل متزن مفهوش اي يعني اوفر او التجاوز في حق المغرب او الوداد بالعكس طالع يعني بيحافظ على قيم وفادئ مصر اتجاء شقائها في الوطن العربي وعلاقة النادي الاهلي بالانديها في المغرب علاقة وطيدة وشفنا مباراة الاهلي وفاق الصيف تمت في اجواء مثالية رغم ان احنا عارفين عن الجمهور الجزائري انه بيبقى متحمس زيادة والاخر لكن كان فيه شيء جايد جدا وحتى مباراة الاهلي والرجاء اللي كانت فيه ربع النهائي مرت بسلام يعني كان فيه بعض الملاحيز شوية على تصرفات بعض الجمهور ولكن دي حوافز وحماز زائد لكن لم تتعرض البعثة لاي شيء وبالتأكيد الاهلي لما هيوصل للمغرب حيكون في بيته او في داره التاني وما فيش اي مشكلة والاهلي ياما لعب في المغرب صحيح والاندي المغربي ياما لعب في مصر ومنتخبات نفس الحكاية فكل ده ما فيش مشاكل ولكن لازم بيبقى فيه ضمانات لتنفيذ هذه المعايير وضمان لتحكيم المحايد في هذه المباراة ووجود عدد يعني كافي من الجمهور يعني يعني أنا عارف جمهور القلب بتحديد فريقه يعني فيه ناس كتير بطالب يعني الاهلي يشتري نصف الساعة بالتزاك او الارجعين في المية من ساعة في الساعة نازم يشتري ان شاء الله يا رب ياخدها ويحطها في المغرب تتحسن يعني انت اقصى اقصى عدد ممكن توديه المغرب خمس تلاف خمس تلاف مستحيل انت في السنغال وانت راحك ناكس امم ما قادرت اشتوى الدكتر من الفين لان انت عاوز لت تلاتين اربعين فيارة عشان تودي بعدين ست ساعات يعني صعبة وتكاليف رهيبة يعني فاذا انت الاهلي البيان بيان عشرة على عشرة الاهلي هيلعب بقى المفروض يلعب على ايه سلاح الاعلام البيانات والدتاع واش عارف ايه والضغط على الاتحاد الافريقي عشان الاتحاد الافريقي خاف خلاص النهائي في المغرب النهائي في المغرب سواء بقى هم هم ده من ضمن النقط اللي طلعت ان هو هينقل المطش في الرباط لعشان عشان ده ملعب الوداد ده حاجة كومي دي يعني يعني حقى الناس طب كيف مسألك سؤال الناس كانت او في بعض الاسواق كان بالطالب النادي الاهلي ينسحب بسبب هذين مشهور لا لا ضدك أنا انا كنت بقول كده لا انا كنت بقول كده كضغط يعني ايه مثلا الاهلي يهدد بالانسحاب ما انا انسحبش ماعلينش الانسحاب كل ده ورق ضغط على الاتحاد الافريقي بس الانسحاب ده يعني لكن هو ما فيش انسحاب الانسحاب ده يعني وفاق الصفح الانسحاب ده خسار الاهلي تفاكر انت فكارمات وحبام اللعبة 94 احنا حرمنا من بطولات كتير كانت ممكن تبقى في سجلات النادي لأعلي في الوقت ده عايز اقول حاجة يعني سعيدة مصطفى فاهمي قال لهم يا جماعة خطر لازم ترجعوا في كلامكم وترجعوا تشتركوا في بطولة افريقيا تاني وفعلا رجع اعايز اقول لك حاجة اتحاد الافريقي في عهد مصطفى فاهمي وفي عهد عيسى حياته اللي كان يعني قاله وتلعوه برضه بفساد بقضايا فساد اقسم بالله ان كان الاتحاد الافريقي كان ماشي زي الساعة كان ماشي زي الساعة الاتحاد الافريقي